أهلا بكم طلاب الأعزاء مع حصة جديدة من حصص مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل موضوعنا المهم جداً اللي بدأناه في الحصة الماضية. بدأنا نتكلم في الحصة الماضية عن موضوع السيال العصبي وكيفية انتقال السيالات العصبية. واتعرفنا مع بعض يعني إيه هو السيال العصبي وهي مراحل انتقال. بعنوا نفتكر كده مع بعض في البداية. كان يعني إيه كنا نتكلم وبنقول إيه هو السيال العصبي؟ هو عبارة عن رسالة بتنقلها الأعصاب من أعضاء الحص اللي هي جهازة الاستقبال للجهاز العصبي المركزي واللي وضحنا وعرفنا إنه هو المخ والحبل الشوكي ومنه لأعضاء الاستجابة اللي هي العضلات والغضب. طيب بعد ما عرفنا السيال العصبي وعرفنا مراحله هنبدأ نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جداً وهو التشابك العصبي. هنستفيد منه في إيه؟ هنعرف إزاي بيتم انتقال السيال العصبي من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى أو من خلية عصبية إلى غدة أو من خلية عصبية إلى عضلة. طيب زي ما تعودنا معاكم تعالوا نتعرف على نوافق التعلم النهاردة ونبدأ حصدنا بمشيئة اللي. تفسر عملية انتقال النبضات العصبية خلال التشابكات العصبية تتعرف أنواع التشابك العصبي تحلل انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي إلى العصبي. طيب نعمل مراجعة سريعة على مراحل السيال العصبي. نحن عرفنا من السيال العصبي يعني رسال عصبية. هتبتأ تنتقل عن طريق الأعصاب من أعضاء الحس إلى أعضاء الاستجابة. طيب قلنا أن طبيعة السيال العصبي كانت إيه؟ فاكرين معايا لما تكلمنا عنها قلنا أن طبيعته أو هو في حقيقته ظاهرة قهربائية وليه طبيعة كيميائية. وبيمر بالسيال العصبي بأربع مراحل. أول مرحلة منهم كانت الخلية وهي في وضع الراحة. ثم الخلية أو أثناء حدوثاً به ليها أو إصارة والخلية إزاي هيحصل فيها انتقال للسيال العصبي طبعاً خلال الأبياف العصبية وآخر مرحلة معانا كانت كيف تعود الخلية العصبية إلى حالتها مرة أخرى. طيب تعالوا نتذكر كل مرحلة منهم وكان بيحصل فيها إيه؟ أول مرحلة والخلية في حالة الراحة وكنا بنسميها حالة الاستقطاب بيكون فيها تركيز أيونات السوديون خارج الخلية العصبية أكبر من تركيزها داخل الخلية. طيب تركيز الأيونات البوتاسيوم بيكون تركيز أيونات البوتاسيوم داخل الخلية أكبر من تركيزها خارج الخلية وفي الحالة دي بيكون غشاء الخالية العصبية موجب من الخارج وسالب من الداخل وفي الاستقطاب بيكون فرق الجهة التأثيري سالب 70 ملي فولت وعرفنا مع بعض ان الاستقطاب يعني ايه؟ يعني غشاء الخارج للخالية موجب الشحنة والغشاء الداخلي سالب الشحنة بعد كده اتكلمنا عن تاني مرحلة وهي زالة الاستقطاب او الاستقطاب يتم ازاي؟ عن طريق اندفاع كميات كبيرة جدا من السوديوم الى داخل الخالية العصبية ويصبح غشاءها سالب من الخارج وموجب من الداخل بعد كده ازاي بيحصل عودة لي الاستقطاب عن طريق الغشاء بيفقد نفذيته لأيونات السوديوم الى داخل الخالية العصبية وبتبدأ تزيد نفذيته لأيونات البوتاسيوم الى خارج الخالية ويصبح غشاءها موجب من الخارج وسالب من الداخل ثم العودة مرة أخرى إلى وضع الراحة بأن الغشاء بيستعيد خواص الفيسيولوجية اللي كان عليها وقت الراحة عن طريق النقل النشط لأيونات السوديوم إلى خارج الخلية العصبية وأيونات البوتاسيوم إلى داخل الخلية العصبية جانب ده أو إلى جانب ده عرفنا مع بعض أن الخلية العصبية بعد أي استقبال مؤثر أو تنبيه عصبي لازم بتدخل في فترة اسمها فترة الجموح كانت إيه هي فترة الجموح دي فترة بتالي إصارة العصب عشان يستعيد فيها الغشاء العصبي خواصه الفيسيولوجية عشان يقدر يستقبل نقل أو يقدر أن هو ينقل سياء العصبي آخر في الفترة دي اللي هي من واحد من ألف لتلاتة من ألف من الثانية بتتوقف الخلية العصبية عن استقبال أي سياء العصبي جديد أو أي مؤثر جديد مهما كانت قوته بحيث تستعيد خواصه الفيسيولوجية مرة تانية وتقدر أنها تدخل في انتقال أو تستقبل مؤثر جديد وتبدأ تعمله عملية انتقام كمان تعرفنا مع بعض في الحصة الماضية على خصائص السياء العصبي وأن سرعة السياء العصبي بتعتمد طبعا على وجود غشاء الميولين وقطر الخلية العصبية أو قطر المحور كل ما زاد القطر كل ما زاد سرعة انتقال السياء العصبي إحنا كده عرفنا مع بعض السياء العصبي وما رحل إزاي هينطقل السياء العصبي من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى أو غدة أو عضلة ده هيكون عن طريق منطقة اسمها منطقة التشابق العصبي وده موضوعنا النهار ايه هو التشابق العصبي؟ ده موضع أو مكان بيوجد بين تفرعات المحور العصبي الخلية عصبية والتفرعات الشجيرية الخلية عصبية أخرى طيب ده معناه أنه ما بيكونش فيه تلامس أو تراسق ما بين النهايات العصبية الخلية عصبية والزوائد الشجيرية الخلية عصبية أخرى لا بيكون فيه مسافة ما بينهم لكن من خلالها بينتقل التشابك العصبي عن طريق آلية معينة هنوضحها مع بعض النهار يبقى التشابك العصبي هو موضع يوجد بين تفرعات المحور العصبي الخلية العصبية والتفرعات الشجيرية لخلية العصبية اللي حقا ليه طيب ايه هي أنواع التشابك العصبي؟ أول نوع من التشابك العصبي هو التشابك العصبي بين خلية عصبية وليفة عضلية وبنقول عليه تشابك عصبي عضلي النوع الثاني تشابك عصبي بين خليتين عصبيتين وهو بيكون أو بيسمى بما أنه بين خليتين عصبيتين يبقى تشابك عصبي عصبي والنوع الثالث التشابك العصبي الغدي وده بيكون ما بين تشابك عصبي ما بين الخلية العصبية والخلية الغدية يبقى إذا النوع التشابك العصبي هنا بيتوقف على إيه؟ حسب الخلية العصبية هتوصل مع ايه او هتتشابك مع ايه من هل غدة هل عضلة هل خلية عصبية اخرى فلو ارتبطت مع خلية عصبية اخرى فبيكون التشابك هنا عصبي عصبي عضلة فبيكون تشابك عصبي عضلي مع غدة فبيكون تشابك عصبي غدي ان شاء الله احنا تقولنا المرة اللي فاتت ان الحصة مهمة جدا او موضوع السيالات العصبية مهمة جدا لان حضراتكم هترجعوا تاني ان شاء الله تدرسوه في الصف الثالث السنوي احنا اتكلمنا النهاردة او هنتكلم عن التشابق العصبي العصبي بين خلية عصبية وخلية عصبية في الصف الثالث السنوي هتدرسوه تشابق عصبي عضلي ما بين خلية عصبية وليفة عضلية فإن شاء الله ركزوا معنا المهاردة لأنها ترجعوا لها مرة تانية إن شاء الله في الصف الثالث الثاني طيب أنا عشان أعرف قلية التشابك العصبي بالتم إزاي لازم أعرف الأول إيه هو تركيب التشابك العصبي لما العلماء بدأوا يفحصوا العملية عملية التشابك العصبي وإزاي بيتم انتقال السيالات العصبية بالفحص المجهري وجدوا أن التشابك العصبي بيكون أو تركيبه بيتكون من منطقة اسمها الأزرار الحويصلات التشابكية العصبية وشق التشابك تعالوا ندرس كل جزئية منهم بالتفصيل ونتعرف على الأزرار الأزرار هي موجودة فين؟ دي إحنا لو نفتكر مع بعض اللي ما كنا بيتكلم عن الخلية العصبية كنا بنقول الخلية العصبية بتتكون من إيه؟ جسم الخلية العصبية بيمتد منه المحور والمحور بيكون في نهايته التفرعات النهائية هنا في التفرعات النهائية بتنتهي بوجود الأزرار والأزرار دي بيكون عبارة عن انتفاخات موجودة في نهاية التفرعات النهائية لمحور الخلية العصبية واللي بتكون قريبة جدا من التفرعات الشجيرية الخلية العصبية تالية وده هنا بيأكد لنا أنه ما بيكونش في تلامس لكن هما بيكونوا قريبين جدا من بعض وعشان يقدر يحصل التشابك العصبي ما بينه يبقى الأزرار هي نهايات أو انتفاخات موجودة في نهايات التفرعات النهائية للخلية العصبية في نهاية المحور العصبي وبتقع قريبة جدا من التفرعات الشجيرية للخلية العصبية التالية البعض بعد الحويصلات أو في داخل الحويصلات بيكون موجودة عندي في داخل الحويصلات التشابكية بتكون موجودة داخل الأزرار والحويصلات التشابكية هنا بتكون عبارة عن أكياس صغيرة موجودة داخل الأزرار موجود فيها المواد الكيميائية المواد الكيميائية دي هي المسؤولة عن نقل التشابك العصبي بنسميها الناقلات الكيميائية ومن امثلتها عندنا الاسطايل كولين والنور ادرنالين وبنقدر نقول عليهم هرمون عصبي نقل لو جينا نشوف مع بعض في الرسمة انا عندي هنا دي الازرار وموجود بدخلها زي ما احنا شايفين الحوايصلات التشابكية وداخل الحوايصلات التشابكية الاسطايل كولين او نقدر نقول عليه مواد كيميائية بنسميها النقلات الكيميائية واللي منها الاسطايل كولين والنور ادرنالين وبيطلق على الاتنين هرمون عصبينا فيه شق التشابك لو جينا نشوف مع بعض زي ما احنا شايفين الجزء هنا ما بين التفرعات النهائية او الازرار في نهاية التفرعات النهائية والزواد الشجيرية في الخلية العصبية التالية بيكون فيه الجزء اللي احنا المشير ليه ده بنسميه شق التشابك وشق التشابك بيكون موجود ما بين الازرار والتفرعات الشجيرية للخلية العصبية المجورة لها او التالية لها بيكون محصور بين الغشاء قبل التشابك والغشاء بعد التشابك يعني لو جينا نشوف الجزء ده لو عملنا اشارة ليه بنسميه او بيطلق عليه الجزء قبل التشابك الجزء الاسفل بنسميه الجزء بعد التشابك او الغشاء بعد التشابك ما بين الغشاء قبل التشابك والغشاء بعد التشابك شق التشابك تعالوا بعد معرفنا تركيب السيال التشابك العصبي نتعرف اكتر ازاي بيتم انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي العصبي. احنا ترسنا مع بعض وعرفنا ان السيال العصبي بيدخل للخالية العصبية من خلال الزوائد الشجيرية او جسم الخالية وبيبدأ ينتقل منها للمحور ومن المحور بيصل للنهايات العصبية وزاي ما وضحنا في نهايتها موجود الازرار. طيب ازاي هنتقل من خلية عصبية لخلية عصبية اخرى. تعالوا نبدأ نشوف مع بعض الخطوات. اول حاجة بمجرد وصول السيال العصبي دي الازرار. واحنا اتفقنا اللي هي الانتفاخات الموجودة في نهاية التفرعات النهائية للمحور. بيكون موجودة عندي حاجة اسمها مضخات الكالسيوم. مضخات الكالسيوم دي بيكون موجودة في غشاء الخلية العصبية وليها دور مهم جدا لان بيكون فيها ايونات الكالسيوم. فبمجرد موصول السيال العصب للازرار بتبدأ مضخات الكالسيوم بتفتح لفروج ايونات الكالسيوم لداخل الخلية. بتبدأ هنا في الحالة دي تعمل ايونات الكالسيوم على انفجار العدد كبير من الحويصلات العصبية اللي بيبدأ يتحرر منها الناقلات الجميائية. زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا عندي مضخات الكالسيوم. مجرد ما وصل السيال العصبي بدأت تفتح ايونات الكالسيوم دخلت داخل الخلية العصبية بتعمل على اه 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 تنبيج او انفجار الحويصلات العصبية او الحويصلات التشابكية الموجود فيها الناقلات الكيميائية اللي هي الاستايل كولين وبتبدأ يخرج عندي الاستايل كولين لخارج من المحور لي عشان ينتقل لي شق التشابك ويوصل لي المستقبلات الموجودة عندي في الزوائت الشجيرية. المؤثر وصل هيبدأ عندي المضخات اه تفتح. تفق ركعان دي هنا زي ما احنا شايفين تدخل ايونات الكالسيوم لداخل الخلية تعمل على انفجار الحويصلات. الحويصلات زي ما احنا شايفين اهو خرب منها الاستايل كولين اللي بيستقبله هنا على الزوائت الشجيرية مستقبلات خاصة موجودة على الزوائت الشجيرية في الخلية العصبية المجورة لها. بيبدأ بعد كده يوصل الاستايل كولين يوصل عندي او يسبح في شق التشابك لحتى ان يصل للمستقبلات الموجودة على الزوائت الشجيرية. زي ما واضح معنا في الرسمة الجزء اللي في الاعلى زي اللي انا بشير ليه ده اسمه شق او خشاء قبل التشابكي الموجود في طبعا الازرار. موجود جوال حويصلات التشابك الموجود دخلها الاستايل كولين هنا مضخات الايونات الكالسيوم بتفتح تدخل ايونات الكالسيوم. تعمل على انفجار الحويصلات التشابكية يخرج الاستايل كولين يدخل عندي او يوصل ليه اه شق التشابك بعد كده يبدأ تنتصق الاستايل كولين او الكيميائية والمستقبلات الموجودة عندي في الغشاء بعد التشفكي الموجود في الزوائد الشجارية للخلية العصبية التالية لها ويعمل على إصارتها في نقاط الاتصال في موضع المستقبلات الحسية الموجودة فيها. هنا بيبدأ يحصل أن مجرد ما وصل النقلات الكيميائية والتصفت مع المستقبلات الموجودة على الزوائد الشجارية أو الغشاء بعد التشفكي بيبدأ يحصل هنا تغيير في نفذية تلك الأخشية للأيونات سواء طبعا السوديوم والبوتاسيوم بيبدأ يحصل هنا إزالة لي استقطابها وده بيخلق سيال عصبي ينتقل من جسم الخلية العصبية لمحورها ثم لخلية عصبية جديدة وهكذا. لو نفتكر مع بعض لما تكلمنا على طبيعة انتقال السيال العصبي ينتقل على هيئة موجات من استقطاب ثم ازالة استقطاب وهكذا. نفس الشيء هنا بيحصل. أنا مجرد ما حصل انتقال التشافك العصبي وهي فكرته ان ياخد من او ينقل من نهايات عصبية الخلية عصبية وزوائد شجارية الخلية عصبية اخرى فبيرجع يستعيد مرة السيال العصبي زي ما شفناه في الحصة الماضية عن طريق انتقاله بالموجات من استقطاب ثم ازالة استقطاب. طيب لو استمرت الخلية على هذا الوطر في وجود المواد الكيميائية او الناقلات الكيميائية اللي هي الاسستائي الكلين. تتوقعوا اللي يحصل. ها? هيبقى هنا وضع الخلية اه حرك جدا لانها في حالة ها? في حالة اصارة مستمر. طيب. اه سبحان الله دي حاجة طبيعية بتحصل عشان يتوقف انتقال السيال العصبي. هو خلاص تم انتقال التشافك العصبي. طب عايزين نوقف العملية دي عشان الخلية تبدأ تستقبل آآ مؤثر جديد او سيال عصب جديد. في الحالة دي في انزيم بيفرض اسمه انزيم الكولين استيريز. انزيم الكولين استيريز هنا بيحطم الاسيطاء الكولين عشان يوقف عمله بعد وعبوره لي الزوائد الشجيرية عشان يعود غشاء الخلية مرة اخرى لحالته اثناء الراحة وهي حالة الاستقطاب عشان يقدر بعد كده زي ما قلنا يستقبل آآ مؤثر جديد او سيال عصب جديد وينقله بنفس القلية من سيال عصبي يعني انتقل عبر التشافك العصبي لخلية عصبية جديدة وهكذا فتستمر العملية بالشكل اللي وضحناه لحده. طب انا عندي النهاردة اتكلمت عن التشافك العصبي عرفت ازاي بيتم انتقاله عن طريق آآ منطقة التشابك ومنطقة التشابك ان اللي هي موجودة في الازرار او ما بين طبعا الازرار في نهايات خلية عصبية والزوائد الشجيرية في خلية عصبية آآ اخرى بالازرار بنسميه الغشاء قبل التشابك ثم بيكون فيه عند شق التشابك اللي من خلاله بتسبح النقلات الكميئية وتنتقل للغشاء بعد التشابكي عشان يحصل تغيير في النفذية الاختيارية للايونات السوديوم والبوتاسيوم ويحصل ازالة للاستقطاب وتبدأ الخلية بعد كده يحصل افراز لانزيم الكولين استريس عشان يحطم عمل الاستيطايل الكولين في آآ يبدأ الخلية تعود لحالتها الاساسية وهو وضع الراحة او حال الاستقطاب. ده بالنسبة للتشابك العصبي العصبي. طيب دلوقتي تعالوا بعد ما خلصنا الوزئية المهمة دي من شرحها استطنا النهاردة تعالوا نحل بعض الاسئلة وتطبيق عليها ونشوف نفكر فيها ازاي. السؤال الاول معانا بيقول في الشكل المقابل عندما تحدث استصارة للخلية العصبية عند النقطة واي. اي النقاط التالية سوف ينقل السيال العصبي خلالها الخلية العصبية المجاورة لي. طيب تعالوا نشوف الاختيارات هل النقطة دابليو ام اكس ام الموضع واي ام زت. طيب تعالوا نفكر في السؤال. انا هنا بيقول لي ايه? لما بيحصل استصارة للنقطة واي. طيب اهي ايه النقطة اللي تليها? فاكرين لما كنا بنكلم على انتقال السيال العصبي. السيال العصبي كان بينتقل في ايه? فاكرين? كنا بنقول السيال العصبي بينتقل في اتجاه واحد. طيب خطه هيكون ازاي? او اتجاه هيكون ازاي? احنا قلنا بيستقبل عن طريق الزوائط الشجيرية. يدخل لجسم الخلية منه للمحور وهكذا. طيب هو هنا قال لي هي بدأت من واي. طيب بدأت من واي او هو هنا بدأ في السؤال من واي. يبقى الاتجاه هيكون راحل فين? ها? اشوف اجاباتكم كده في الشات? تمام ممتازين جدا. طبعا لزد لان احنا اتفقنا ان اتجاه السيال العصبي بيكون في اتجاه واحد. طبعا من الزوائط الشجيرية جسم الخلية للمحور في التفرعات النهائية. طيب بعد التفرعات النهائية هيعمل ايه? ما احنا اتكلمنا عن ده النهاردة. هيبدأ يعمل ايه وينتغل عن طريق التشابك العصبي. الخلية عصبية اخرى جديدة. وهكذا بيتم انتقال السيال العصبي في او من خلال التشابكات العصبية العصبية. تعالوا نشوف كده سؤال اخر مع بعض. السؤال بيقول لحضرتك. تعتمد سرعة نقل السيال العصبي على كل مما يأتي معدل. هل وجود اغلفة الميلين? قطر الليفة العصبية? وجود الاسيطايل كولين? زيادة قوة المؤسر. طب تعالوا نفكر مع بعض. انا هنا بيعتمد على ايه? يكلمني على سرعة نقل السيال العصبي. طيب بيقول لي ان الاختيارات دي كلها بتاعتمد على سرعة بيعتمد عليها سرعة انتقال السيال العصبي معده واحد. طب تعالوا نشوف. وجود اغلفة الميلين. ايه رأيكم? طبعا وجود اغلفة الميلين. وجودها مهم جدا. وبيعتمد عليها سرعة انتقال السيال العصبي. وشرحنا في الحصص الماضية ان اغلفة الميلين اللي هي طبعا بتكون مادة عزلة. فوجودها بيزيد من سرعة انتقال السيال العصبي. وليها دور مهم جدا انها بتجعل السيال العصبي بينتقل على هيئة موجات زي ما وضحنا قبل كده. لان طبعا الاجزاء الغير مغلفة اللي هي عوقة رامب هي هي اللي بينتقل من خلالها السيال العصبي. فوجود اغلفة الميلين مهم. اذا مش موجودة او مش هتكون معانا هي الاجابة ان اغلفة الميلين اللي هتور في سرعة انتقال السيال العصبي. فوجودها هيزيد من سرعة انتقال السيال العصبي. وعدم وجودها هيقلل من سرعة السيال العصبي. فطبعا مش هي الاجابة. طيب قطر الليفة العصبية. وضحنا مع بعض ان قطر الليفة العصبية مهم جدا في سرعة انتقال السيال العصبي. كل ما ذات قطر الليفة او كل ما كان القطر الليفة العصبية كبير كل مكان سرعة انتقاله اكبر فقطر الالياف العصبية الكبيرة بينقل السيال العصب بسرعة حوالي مية واربعين متر كل سنية والالياف العصبية صغيرة القطر بيكون سرعتها حوالي اتناشر متر كل سنية. اذا قطر الليفة العصبية ايضا ليست الاجابة الصحيحة. طيب وجود الاسطايل كولين احنا وضحنا لسه النهاردة. الاسطايل كولين هيرمون ناقل عصبي. مهم جدا موجود في الحويصلات العصبية داخل الازرار وهو اللي ليه دور في انتقال التشافك العصبي من نهايات خلية عصبية الى زوائد الشجارية الخلية عصبية اخرى. يبقى ايضا ليه دور في سرعة انتقال السيال العصب. طيب نشوف الاختيار الاخير. زيادة قوة المؤثر. طيب هل زيادة قوة المؤثر ليه دور في سرعة انتقال السيال العصبي? اكيد لا. وهي الاجابة فعلا معاني. هنا في السؤال بيقول لي ايه? تعتمد سرعة نقل السيال العصبي على كل مما يأتي ما عدا. ناخد بنا دايما من السؤال اما يكون فيه النفذة. ما عدا ايه? ما عدا زيادة قوة المؤثر. ليه? لان احنا اتفقنا عن طريق قانون الكل. اه لما كنا بنتكلم على قانون الكل اولا شيء. انا عندي الخلية العصبية هنا بتستقبل مؤثر عصبي. لازم المؤثر ده يكون كافي ليها علشان يقدر يحصل اصارة للعصب ويقدر ان هو ينقل. طيب اي زيادة في قوة المؤثر عن الحد اللي الخلية محتاجة? مش هيأثر في سرعة انتقال السيال العصبي ولا هيزيد من قوة الاستجابة. فبالتالي هي الاجابة الصحيحة معانا. يعني بتعتمد سرعة انتقال السيال العصبي على كل مما يأتي مع عدا ايه? مع عدا طبعا زيادة قوة المؤثر. تعالوا نفكر في سؤال اخر مع بعض. السؤال بيقول لحضرتك. عند اتحاد مركبات الاستيال كولين في المستقبلات الخاصة بها على اغشية الزوائد الشجيرين. بيحدث. بيحدث ايه? لما الاستيال الكولين يلتصق مع المستقبلات. تعالوا نشوف الاختيارات. هل بيحدث دخول لأيونات السوتيم عبر قنواتها للخلية العصبية بعد التشابكي أم دخول أيونات السوتيم عبر قنواتها للخلية العصبية قبل التشابكي أم دخول أيونات البوتاسيوم عبر قنواتها للخلية العصبية بعد التشابكي أم دخول أيونات البوتاسيوم عبر قنواتها للخلية العصبية قبل التشابكي طيب إحنا لما كلمنا على الأستايكولين وقلنا أنه هو وصل من شقة تشابك للمستقبلات ايه اللي كان بيحصل؟ قلنا انه بيحصل تغيير في النفذية الاختيارية مين بيبدأ يدخل للخلية او الزوائد الشجارية ويبدأ يكون عندي موجود فيه بعد التشابقي تمام ممتازين احنا قلنا مين لها يدخل ايونات السوديوم يبقى طبعا الاجابة الصحيحة معانا هي دخول ايونات السوديوم عبر قنواتها للخلية العصبية بعد التشابقي طبعا ما ينفعش اخطار قبل التشابقي نهائي لان انا هنا بنقل من قبل التشابقي لبعد التشابقي خلاص هي استابت الغشاء قبل التشابقي الاسطايل كولين تركته وانتقلت الغشاء بعد التشابقي فلازم طبعا هستبعد الاجابتين وهنا ما بيحصلش دخول لايونات البوتاسيوم لبعد التشابقي لكن بيكون عند اتحاد مركبات الاسطايل كولين في المستقبلات الخاصة لها على اغشية الزوائد الشجارية بيحدث ايه؟ بيحدث دخول لايونات السوديوم عبر قنواتها للخلية العصبية بعد التشابق نشوف سؤال اخر يتسبب الاسطايل كولين فيه؟ نفكر كده مع بعض في الاختيارات هل تكوين فرق الجهد الكهرابي للخلية العصبية في وضع الراحة؟ ام انتقال السيال العصبي عبر المناطق التشابق العصبي؟ ام زيادة استقطاب الخلية العصبية؟ ام زيادة نفذية الغشاء بعد التشابقي لأيونات السوديوم والبوتاسيوم للخلية؟ طيب هو بيكلمني هنا عن مين؟ ده موضوعنا كل النهاردة على الاسطايل كولين بيتسبب في ايه؟ هل فرق جهد للخلية العصبية في وقت الراحة؟ اكيد لا ده انا خلاص انا هنا الخلية في وضع استثارة يعني فيه سيال العصبي بينتقل مش وضع راحة يبقى اكيد اختيار لا بخطأ طيب انتقال السيال العصبي عبر مناطق التشابق العصبي اكيد ده هو ده ده دور الاساسي اللي بيقوم بيه لأسطايل كولين ان هو ينقل السيال العصبي عبر مناطق التشابق العصبي من الغشاء قبل التشابقي الى الغشاء بعد التشابقي طيب هل ينفع نقول زيادة استقطاب الخلية العصبية؟ لا. طيب زيادة نفذية الغشاء بعد التشابك للايونات السوتيم والبوتاسيوم للخارج؟ لا طبعا هي ما بتنتقلش الخارج بتنتقل للداخل. يبقى هنا طبعا الاجابة الصحيحة معنا. يتسبب الاستيال كولين في ايه? في انتقال استيال العصبي عبر مناطق التشابك العصبي. فهي الاجابة الصحية. نشوف سؤال اخر مع بعض. فيما يختلف الغشاء العصبي بعد التشابك عن الغشاء العصبي قبل التشابك. واخد بالي هنا في السؤال بيكلمني عن هو عايز يعرف. الغشاء العصبي بعد التشابك بيختلف عن الغشاء العصبي قبل التشابك في ايه? تعالوا نشوف الاختيارات. هل وجود مضخات الكالسيوم? وجود المستقبلات النقلات العصبية? ام وجود ممرات السوديوم? ام غياب ممرات البوتاسيوم? طيب. هو ينفع نقول مضخات الكالسيوم? هم? لا هو في الغشاء بعد التشابك مفيش مضخات كالسيوم. طب مضخات الكالسيوم كانت موجودة فين? في الغشاء قبل التشابك? يبقى اجابة مش صحيح. وجود مستقبلات النقلات العصبية? طيب. وجود ممرات السوديوم? ام غياب ممرات البوتاسيوم? طبعا الايجابة صحيحة معاني ايه? اشوف كده اجاباتكم? ممتازين طبعا بيختلف الغشاء العصبي بعد التشابك عن الغشاء العصبي قبل التشابك في وجود ممرات السوديوم? نشوف سؤال اخر مع بعض? السؤال بيقول لحضرتك ماذا يحدث في حالة غياب ايونات الكالسيوم في منطقة التشابك العصبي? والسؤال ده يخلينا نراجع على التشابك العصبي. احنا هنا بنقول ايه هيحصل لو ما فيش ايونات الكالسيوم? نفتكر كده مع بعض. هي ايونات الكالسيوم كانت بتعمل ايه? فكرين معي. ايونات الكالسيوم موجودة في المضخات. المضخات مجرد موجود يحصل او يوصل لها السيال العصبي. بتبدأ تفتح تدخل ايونات الكالسيوم للخلية. ايونات الكالسيوم هنا كان دورها ايه? تعمل على انفجار للحويصلات العصبية عشان يخرج منها النقلات الكيميائية. مواد كيميائية اللي هي الاسيطايل كولين. اللي بتبدأ تنتقل آآ لي الشق التشابك او تسبح في الشق التشابك حتى تتحد مع المستقبلات الموجودة في الزوائد الشغيرية في الخلية العصبية المجورة لها وبالتالي هنا بيبدأ يحصل انتقال للتشابك العصبي ويحصل ازالة استقطاب وتبدأ الخلية انها تعمل انتقال للسيال العصبي مرة اخرى. طيب عدم بقى وجود او غياب ايونات الكالسيوم هيحصل ايه? طبعا هيكون فيه مشكلة هنا وهيحصل العكس اللي هو ايه? هيبدأ هنا ان لن تتحرر النقلات الكيميائية من الحويصلات العصبية وبالتالي لن ينتقل السيال العصبي عبر التشابك العصبي وطبعا هنا لان ايونات الكالسيوم هي اللي بتعمل على انفجار الحويصلات العصبية في الازرار وعن طريقها بتنتقل منها للنقلات الكيميائية. بكده طلاب الاعزاء احنا النهاردة انتهينا من شرح جزء مهم جدا في منهجنا في الفصل الدراسي التاني وقلنا اهميته نتجة عن وجوده او اهمية الدرسي ده لانه هو موجود في الباب الاول في الفصل الصف الثالث الثانوي في جزء انتقال السيال العصبي والتشابك العصبي العصبي انت هترسوف تلتا ان شاء الله تشابك عصبي عضلي اتكلمنا عن او خلال الحسطين عن السيالات العصبية وكيفية انتقالها ثم التشابك العصبي وازاي بيتم انتقاله من خلية عصبية الى خلية عصبية اخرى اتمنى يكون الدرسي ده بسيط وسهل على حضراتكم ومنتظرين اسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله في الشات عشان نرد عليها اه اتمنى لكم كل التوفيق وفي انتظاركم ان شاء الله في الحصص القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته